فكان سؤالي لهم هل لديكم خطة على أي أساس تقرأون؟ لماذا تقرأ أنت أصول الفقه؟ ما الذي تريده من قراءة علم الأصول؟ فرضا أنت أخذت مئة على المئة وأتقنت علم الأصول ثم ماذا؟ ما الذي ستستفيده من دراسة علم الأصول؟ إن لم يكن لديك تصور أنك تريد أن تسعت في باب الاجتهاد أما إذا كنت ستبقى في باب التقليد وقراءة الأقوال الفقهية فلا تحتاج إلا إلى مصطلحات محدودة جدا لتفهم كتب الفقهاء لا تحتاج إلى هذا الجهد الكبير نحن في الأصول الفقه قرأنا الورقات للإمام الجويني على يد شيخنا ثم قرأنا مختصر الروضة ومذكرة الروضة للشيخ الشنقيطي ثم قرأنا مفتاح الوصول وصلنا إلى مراق السعود في علم الأصول خمس كتب على شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي في المدينة لكن ماذا ثم ماذا؟ إذا لم يكن لعلم أصول الفقه أثر في صناعة إنسان يريد أن يجتهد يريد أن يختار يريد أن يكون له رأي يريد أن يكون رقم صعب في علم الفقه لا يمكن أن يتجاوز يريد أن يكون له اجتهادات يعني تناسب الزمان وتناسب المكان يريد أن يكون مجدد في مجالات معينة تخصصية أيا كان التخصص بعد سنوات ستذهب كل هذه الدراسات الدراسة في علم الأصول الفقه ستذهب إلى ألا شيء يبقى فقط تذكير أو يدرس علم الأصول ممكن لكن يبقى في حدود ضيقة عندما يصل للتطبيقات عندما تعطيه فتوى أو نازل معاصرة لا يستطيع أن يستنبط لك منها حكماً بأي حال من الأحوال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر